وفي حانب تستمر الاشتباكات في محيط ثقنة هانانو في منطقة العرب وأشارت نفذة الميادين إلى تسلح ألو؟ والله يا دكتور سيئة من سيلة أسوأ دكتور بكرا مباشر فورا من ساكل متحف ومن فرق صاريات العرض المخاطر كانت موجودة في السورية الموضوع ممكن يتعدى موضوع التفجيرات ممكن يصير في فوضة ممكن في ناس تدخل للمتحف نا بدنا سرعة وما معنا وقت نتخلص بنا أكيد أكيد كيفنا نحمي قطعنا؟ ويننا نخبير؟ صار هطول القزائف على محيط المتحف مثل منزخ المطر يعني الموضوع صار شبه يومي يعني بدنا نسابق مع الحدث يعني إيش بدنا نلاقي طريقة دكتور الوضع المتحف حلب ما في احتمل يعني الوضع القطع في خطر هل نحن القادرون على مقل حوالي أربعة شيء في قطعة أسرلية إذا بتروح بيروح تاريخ سوريا يا دكتور هذا الموضوع يعني فيه مجازة كبيرة أو بهالبساطة يا حبيب يا خد نحنا قرار نهاية خلاص بنقل القطع لا نقاشي فورا إنو كيف نحن بهذا الوقت القصير بدنا نحاول نضب قطعاً المتحف كامل ما عنا مواد يعني نحن ما عنا شيء حتى نقدر ننقل فيه ما عنا نقدر نحن نغلف فيه أقدر أطلع بالبرط أنا شوي يوم نمشي أنا شعر فيه موسيقى موسيقى